أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته قال الله الحكيم في كتابه العزيز الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليهلك من هلك عن بينه وليحيى من حي عن بينه أيها الأحبة البعض مننا يرغب في نفسه ويتمنى السلامة للإمام الحسين عليه السلام عندما يقرأ التاريخ يطمح في نفسه أنه لو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه انتصر عسكريا أو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يستشهد والواقع غير ذلك أولا لأن الدين هو الأساس وطاعة الله هي الهدف عند المصلحين الإلهيين والأمر الآخر أيها الأحبة لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد أخبره النبي صلى الله عليه وآله أنك يا حسين أن لك درجة في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة لذلك أيها الأحبة ما هو هدف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هل كان هدفه أن تكون السلطة تحت يده وأن الممالك الإسلامية تسير على منهاجه وهو يتزعم هذه السلطة لا هذه لا سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولا سيرة أمير المؤمنين ولا كل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حينما يعني يبعدون عن المراتب التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيها بمعنى أنهم لا يستحقون نعم السلطة لهم هي التي أمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام أن تكون هذه المراتب لهم كما بيّنها في أحاديث الغدير وفي أحاديث كثيرة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله لكن لو سُلبت وهي في الواقع كذلك كما سُلبت منهم كيف يعملون يبقى الإمام يعمل على بيان منهاج السماء على المشروع الإلهي لذلك الإمام صلى الله وسلم عليه بيّن هذا ورسم هذا الطريق وهذه الخطأ في وصيته التي عهد بها إلى أخيه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية حينما قال له ما خرجت أشرا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا إِنَّمَا خَرَجْتُ إِنَّمَا أُرِيدْ طَلَبِ الأصلاح في أمة جدي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أيها الأحبة لذلك الإمام صلى الله وسلم عليه هنا السؤال هل حقق الهدف المنشود الذي خرج إليه والذي رسمه له النبي صلى الله عليه وآله نعم لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ليهلك من هلك عن بيّنة الإمام على بيّنة واضحة من أمره رأى الإسلام في خطر يزيد وبني أمية حاولوا أن يجهضوا مشروع النبي صلى الله عليه وآله وهذا واضح وهذا بيّن عند جميع المسلمين ما قاله وما تلفظ به طاغية بني أمية يزيد حينما قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل يعني كانت محاولات لإرجاع الجاهلية إرجاع الجاهلية ماذا فعل الإمام الحسين بنهضته أجهض ذلك المشروع الأموي إلى الأبد لا يمكن أن يأتي طاغية لا يزيد ولا الذي يأتي بعده يزيد ويتعرض للإسلام بعدما كانت تلك التضحيات الجسام التي قدمها الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه لذلك أيها الأحبة الإمام سار لهذا الهدف وهو الحفاظ على روح الإسلام بكل شقيه شنو روح الإسلام ما هو مشروع النبي أيها الأحبة مشروع نبينا صلى الله عليه وآله هو القرآن حفظ القرآن وحفظ العترة إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وهذا لا يمكن أن يحفظ إلا بهذا المشروع وبهذه التضحية العظيمة التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام لذلك أيها الأحبة كان مشروعه مشروعا واضحا يعني يمكن للإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه كما أشار إليه كثير من الصحابة اعترضوا طريق الإمام الحسين عليه السلام منهم من قال له اتخذ صلحا مع بني أمية كما فعل الإمام الحسن عليه السلام ومنهم من قال ابتعد عن ممالكهم وهكذا ما هو السبب هل هؤلاء كانت إشارتهم إلى الإمام الحسين إشارة النصيحة ما الدافع لهذه النصيحة لأنهم خفي عنهم وخفي عن المسلمين ما اتضح للإمام صلى الله وسلامه عليه وما هو مشروع الإمام الحسين عليه السلام لذلك أيها الأحبة شهادته نبراسا ومنارا للعالم للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الأخلاق الإنسانية السامية التي حملها القرآن الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على منهاج الحسين عليه السلام في أخلاقنا وفي مسيرنا وفي تعاملاتنا على كل المستويات وفقنا الله وإياكم وجعلنا من السائرين على نهج أبي عبد الله الحسين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر